زيكا يا زيكا عامل ايه يا زيكا وعملت ايه في الاجازة انا الحمد لله تمام والاجازة كانت حلوة جدا ده انا تعبت كتير جدا ونمت اكتر وكنت فرحان علشان مش بذاكر بس كده يا زيكا ما عملتش اي حاجة مفيدة خالص مفيدة؟ مين مفيدة دي؟ مش دي جارتنا اللي ساكنا تحتنا ده كل شوية تبعد تاخد مننا حاجات جارتكو ايه بس يا زيكا؟ حاجة مفيدة يعني انك تعمل حاجة كويسة تقرأ كتاب تستغل وقتك تكتسب معرفة يا زيكا ايه اللي انت بتقوله ده يا زيكا؟ انا مش بستغل لحد يا عامل ايه ما تقولش كده؟ يا لهوة عليك يا زيكا انت تعبتني معاك تستغل يعني بدل ما تعمل اي حاجة ملهاش اي تلاتين لازمة تعمل حاجة تفيدك وتنم عقلك استغلال ايه وفي نمين وتنمية ايه؟ الكلام الكبير ده يا عامل انا تعبان وهلكان وكسلان ومش قادل للفرهضة دي يا زيكا انت كسلان وتعبان علشان مش بتلعب رياضة رياضة؟ لا يا زيكا لحد هنا وقف عندك انا في الرياضة ما فيه ازاي ده لكل يوم بلعب رياضة اول ما بصح لحد ما قدني بيوجعني الله بجد يا زيكا وبتلعب ايه بقى؟ بطمطع يا رب ارحمني من زيكا ده مش عارف اعمل معي ايه؟ انا هنادي ميس جميلة هي بقى اللي تتصرف معاه يا ميس جميلة يا ميس جميلة ايوة 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 ازايكم يا ولاد وحشتوني اوي يا رب تكونوا بخير ملكم هو انتو صدقوا علي كده ليه؟ ده انا سمع صدقكم من جوة اصلي زقزوق بيقول كلام مريب اوي يا ميس جميلة بيقول لي مفيدة واستغلال وتنمية وكلام كبير كده ايه اللي انت بتقوله ده يا زيكا انا سمع كلامكم من جوة وعارفة زقزوق قالك ايه بس عموما انا عايز اعمل ما بينكم مصابقة صغيرة كده واللي هيكسب هيكون له عندي جايزة كبيرة اوي الله ايوة ايوة انا بحب المصابقات اوي اتفضل يا ميس جميلة حلوة اوي ها وانت يا زيكا زيكا يا زيكا انت مش بترد ليه؟ اه اه انا معاك هوك بس طرح يا رب من اولها كده مصابقات وتفكير وتعب حلوة اوي يا ولاد يلا نبدأ انا عايزة كل واحد فيكم يدخلي كلمة الكسل في جملة مفيدة دي غير طنت مفيدة جارتنا؟ غيرها خالص يا زيكا طنت مفيدة مين بس انا عرفتها الكسل ضد النجاح الكسل ضد النجاح؟ بص بقى يا زقزوء وتعلم من اخوك انا عايزك بقى انا عايزك وكلكو تسقفولي سقفة كبيرة اوي ليه؟ لان انا عارف الاجابة الكسل زي العسل والعسل هو الكسل وشاطر يد يا زيكا شاطر يد يا زيكا ايه دا ايه دا ايه دا ايه زيكا اللي انت بتقوله دا؟ لا يا ابني الكسل يعني الفشل الكسل يعني كل الناس بتتحرك وبتنجح وانت قاعد مكانك قاعد تتفرج عليهم وبس دا حتى رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عشان كده انا اش بشكر جدا زأزو عشان جاوب صح لان الكسل فعلا عكس النجاح وعشان كده هو ليه جايزة كبيرة اوي عندي زي ما وعدتكم شكرا لحضرتك يا ميس جميلة انتوا فعلا صح وعندكم حق انا لازم ابطل كسل وذاكر وانجح شكرا لحضرتك يا ميس جميلة العاف يا حبيبي يارب تكونوا افهمتوا يعني ايه كسل وعرفتوا ان الكسل عكس النجاح الحمد لله الله بجد رجعتونا ايام الزمن الجميل والطفولة الجميلة وذكراتنا مع العرائس الجميلة مين فينا ما يعرفش بوجي وطمطم وبقلز وماما نجوة بجد فعلا ايام ما تتنسيش وعرائس فعلا جميلة جدا النهاردة معانا واحدة من اشهر صناع العرائس صاحبة مشروع كيان الكركاتير مية عبدالعزيز هي من عائلة فنية بداية من الاب ثم الاخوات وهي كمان بيشغلها هي واخوتها موضوع العرائس وحبهم لها وهم برضو من فرقة مسرح الرحالة ازاك يا باية؟ ازاك يا دين عامل ايه؟ كلميني يا باية عن كيان الكركاتير ومشروع بتاعك الاول انا بشتغل اصلا في مسرح العرائس بقالي عشر سنين بشتغل منافس ملابس واقول ما زالت هناك منافس ملابس بس طبعا بحب العرائس بجميع اشكالها يعني وموضوع فعلا شغلني جدا حبيت اطور نفسي فيه وتعلمت كل شوي بتعلم حاجة لحد ما خدت كرسي نحت وبقيت بن حد دلوقتي بقيت بصنا عروسة كاملة ده غير طبعا السفينج والعرائس السفينج والا يعني دلوقتي انا الحمد لله بعمل عرائس ماريونيت كاملة وزبوه عرائس سفينج بس طبعا البداية اصلا جات لي حب العرائس اصلا من بابا الله يرحمه الله يرحمه بابا كان خراط في مسرح العرائس قاعد 36 سنة خراط يعني بيتنا التاني المسرح اصلا يعني كنا طول عمرنا من يتنا اطفال طبعا كنا ما بين البيت والمسرح ده بيتنا التاني فجالي تقريبا حب العرائس من هناك وكملت بقى بالتعليم والتطور كل شباية بتعلم حاجة وعايزة عندي فضول ان انا افضل اتعلم طول الوقت بس بجات برابا عليك مصطفى عايزة تكلمني على حوار ان انت المسرح وبلدك الله يرحمه يعني كلمني اكتر فاهمني موضوع طيب وفعلا زي ما ما هي قالت كده احنا بدأنا اصلا يعني دخلنا لفكرة العرائس وفكرة ان احنا عندنا شغف ان احنا نبقى موجودين في الصناعة دي وهو فعلا والدنا الله يرحمه يعني هو كان فعلا مش بس هو كان خراط للعرائس هو كان مصمم للعروسة يعني هو كان والدي من مصممين على رئيس الليلة الكبيرة وطبعا الليلة الكبيرة لحد النهاردة ما فيش حد ما بيشوفهاش كل شوية فطبعا هو كان طول الوقت احنا كنا ملمين وبنشوف وبنروح معايا وبنشوف هو بيصنع العروسة وكان ده رب عندنا شغف ان احنا لا العروسة دي احنا ممكن نصنع بيها حياة كبيرة جدا بس فخلنا طبعا مع الوقت بدأنا نفكر نعمل حاجة ده يعني نعمل حاجة نخش في المجال فعلا وطبعا ما فكرناش نحن نخش عن طريق مصرح عرائس يعني عايزين نعمل حاجة لشخصنا احنا واحنا اللي يبقى احنا اللي مبتكرينها من اولها فطبعا كنت انا ومحمود من تقريبا من 13 سنة بدأنا نخش في المجال ده وبدأنا نعمل حتى نجيب عرائس كده ممكن نجيب ده بدوب عادي ونبدأ نتكلم بيه نبدأ نعمل بيه حلو قوي جدا اه نبدأ نشوف فكرة نوصلها بس والموضوع طبعا تطور بان احنا لا اهو مش بس فكرة ان انا مجرد نسكتش طيب محمود ايه رأيك في الموضوع العروسة مثلا مع مي بتاخد منها وقت قد ايه رأيك في شغلها في مواعيدها في التسليم بس ابقى مانا يعني مش هزين مجاملة مش هزين مجاملة هي يا زين مجاملة كده بص يا جاتل الرجل المناسب في السؤال المناسب هلو متأكد بالإجابة لا مية بتعذبني لا بجد على الهواء همامكككككككككككككككككككككككككك لا مية بصراحة يعني حبها للعروسة نفسه بيخليها هي بتعمل عروس ما بتاخدش في ادها وقت فعلا انا بجد مستمتعة جدا بالكلام معاكم بجد يعني بجد الكلام جميل جدا وعايزين دايما تقدموا عروض احلى ودايما تكونوا معاينة في الحلقات الجاية ان شاء الله بجد مرسي جدا ليكو نورتونا جدا صباح الجماعة وجميل الجماعة